الرؤية المعتبرة للهلال بعد مغيب الشمس لجنة التحري انشئت بقرار من رئاسة مجلس الوزراء من مهام اللجنة الاجتماع لتحديد دخول شهر رمضان وشهر شوال على اعتبار أنهم الأشهر المرتبطة بها لفريضة الصيام طبعا الرؤية المعتبرة عندنا شرعا هي الرؤية بالعين المجردة فمن شهد منكم الشهرة فليصم احنا عندنا فريق للرصد فريق الرصد يختلف عن لجنة التحري يخرج الفريق في يوم 29 من كل شهر هجري الفريق يخرج طبعا تقريبا من بعد صلاة العصر قبيل صلاة العصر احنا جربنا أكثر من مكان بحسب خبرة الفريق شفنا أنه يعني أفضل مكان للتحري في شمال دولة قطر طبعا احنا مثل ما قلنا في البداية احنا نعتمد على الرؤية بالعين المجردة التلسكوبات والوسائل أيضا الأخرى المتطورة كالتكديس وما شابه ذلك هذه نستخدمها فقط للتثبيت والتأكد والحديث واضح صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته